موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الرائعين من جديد أهلا وسهلا فيكم كل الاحترام والتشويق اليوم طلابنا لازلنا في سلسلة التأسيس لازلنا في سلسلة التمكين اليوم بدنا نبلش بإذن الله في الجزء الثاني طب شو كان الجزء الأول يا جميل الملامة طلابي الرائعين الحسن الماضية بدأنا أنا وياكم مع بعض في الجزء الأول وكان الجزء الأول بعنوان العمليات الحسابية جمع طرح ضرب قسمة بما في ذلك جمع وطرح الكسور ضرب وقسمة الكسور والحمد لله الجزء الأول عدم ألف خير وسلامة وأنهنا بورقة عمل قوية يا توجيهي اليوم بدنا نبدأ بإذن الله مع بعض في الجزء الثاني أستاذ الجزء الثاني عن شو بحكي؟ الجزء الثاني بحكي لنا يا أصدقاء عن عمليات التحليل عمليات التحليل اللي طول عمرنا من خاف منها طول عمرنا شوية منتردد فيها لا اليوم بإذن الله رح نمشي فيها كما نحب ونشتهي بإذن الله عمليات التحليل هاي وهي الجزء الثاني يا جميل الملامح تقسم إلى أربعة أقسام أول قسم يا أصدقاء وهو عبارة عن العبارة التربيعية اللي أنا وإياكم رح نسميه مع بعض ثلاث الحدود يعني أستاذي ثلاث الحدود هو نفسه العبارة التربيعية نعم ثلاث الحدود هو نفسه العبارة التربيعية إذن رح نبدأ في أولا ثلاث الحدود اللي هو نفسه العبارة التربيعية ثانيا رح يكون لعنا بإذن الله شيء اسمه الفرق بين مربعين الفرق بين مربعين ثالثاً رح يكون معنا بإذن الله الفرق بين مكعبين الفرق بين مكعبين ورابعاً وأخيراً ورح يكون عندنا شيء اسمه العامل المشترك الآن أستاذي أنا من البداية وأنا أحكي لك التمكين بده ثلاث أشياء عمليات حسابية عمليات تحليل ثم ثالثاً حل المعادلات بإذن الله منمكن هاي الثلاث محاور منحط العلام الكامل بجيبتنا بإذن الله اليوم رح نبدأ مع بعض بالحصة الأولى في الجزء الثاني ثلاث الحدود ومن ثم الفرق بين مربعين ومن ثم الفرق بين مكعبين ومجموعهما ومن ثم وأخيراً العامل المشترك هيك رح تكون أمورنا بإذن الله مية بالمية وهاي سلسلة من مراجعات الجزء الثاني نختمها بإذن الله بس نخلص العامل المشترك بورقة عمل تستحق الوجوه الغان الآن بدنا نبدأ أنا وياكو يا شباب في موضوع بعنوان ثلاثي الحدود تابع معي صديقي لو تكرم أول شيء ثلاثي الحدود أول شغله بدنا نتعرف أنا وياكو على شكله يعني عشان نميزه من بين ألف إشي نحكي هذا هو ثلاثي الحدود تعي نشوف كيف بيكون شكله ثلاثي الحدود شكله يكون على صورة X تربيع زائد أو ناقص B X زائد أو ناقص C ركز معي تخافش من ال B وال C لأنهم عبارة عن أعداد تابع معي ثلاثي الحدود يبدأ بX تربيع ثم B معامل X قوتها واحد ثم C الحد الثابت إذن شوف كيف ثلاثي الحدود يبدأ بX تربيع بعدها X بعدها بطير X وبيظل الحد الثابت إذن هذا هو شكل ثلاثي الحدود إذن شو شكل ثلاثي الحدود أستاذي يبدأ بX تربيع طب الـ X تربيع أستاذي شو العدد اللي معها؟ واحد شفاف أو بخايل إذن ليش أنا سميته ثلاث الحدود؟ لأنه مكون من حد حدين ثلاث الحد الأول لازم يكون X تربيع معاملها واحد شفاف الحد الثاني لازم يكون X قوة واحد والحد الثالث لازم يكون بدون Xات منسميه الحد الثابت كلام جميل إذن كيف يكون ثلاث الحدود؟ يكون على صورة X تربيع زائد أو ناقص BX زائد أو ناقص C هذا الـ B هو عبارة عن عدد ومنسميه معامل X هذا الـ C هو عبارة عن عدد ومنسميه الحد الثابت ليش الحد الثابت أستاذي؟ لأنه ما في معه متغير X هو حد ثابت لوحده كلام جميل إذن اليوم بشو بدنا نبلش بإذن الله؟ اليوم بدنا نبلش في ثلاث الحدود أول شيء شكله X تربيع بعدها X بعدها الحد الثابت كمان مرة X تربيع بعدها X بعدها الحد الثابت طب أستاذي خلينا نتعرف أنا وإياكم مع بعض على مميزاته كيف أنا بدي أميز ثلاث الحدود من غيره؟ نشوف مميزاته أول مميزة له يا صديقي هو وجود X تربيع لازم أشوف X تربيع لازم أشوف X تربيع ومعاملها يعني X تربيع العدد اللي معها ومعاملها واحد شفاف أو بخايل ومعاملها واحد شفاف أو بخايل إذن هاي أول ميزة أول ميزة في ثلاث الحدود يا توجيهي لازم أشوف X تربيع ومعاملها واحد شفاف أو بخايل الميزة الثانية عدد الحدود لازم يكون عدد الحدود يا أصدقائي يساوي ثلاثة حدود حد حدين ثلاث كم عدد الحدود ثلاثة حدود هاي ميزاته إذن ثلاث الحدود اللي رح نبدأ فيه سهل جدا بس بده تركيز أول شغلة لازم أشوف X تربيع معاملها واحد شفاف وكم عدد الحدود ثلاث بس هاي الحدود الثلاث كيف مرتبة لازم يكون X تربيع معامل واحد شفاف بعديها X بعديها الحد الثابت قبل ما نبدأ في التحليل رح أكتب أنا وإياكم مجموعة من العبارات ونشوف مين من هاي العبارات ثلاثة حدود أو ليس ثلاثة حدود نشوف المثال الأول بحكي لي X تربيع زائد 5X ناقص 6 المثال الثاني بحكي لي X تربيع زائد 8X المثال الثالث بحكي لي X تكعيب زائد 2X ناقص 3 طب المثال الرابع بحكي لي X تكعيب زائد 2X تربيع ناقص 4X المثال الخامس المثال الخامس X تربيع ناقص 9 المثال السادس X تربيع زائد 2X نشوف مع بعض ست عبارات المطلوب منه نفهم يا توجيهي مين منهم ثلاثة حدود ومين ليس ثلاثة حدود باجي على المثال الأول ما بجاوب A أو لا بسرعة لا بقليل من التركيز في X تربيع نعم معاملها واحد شفاف هاي أول شرط زبط الآن بعد الحدود الحد الأول X تربيع الحد الثاني موجب 5X الحد الثابت سالب 6 فعلا هذا ثلاثة حدود لما نسأل طالب ليش هذا ثلاثة حدود طبعا علم الرياضيات اسمه علم ليش إذا حابب تفهم لازم تسألني ليش وإذا بدي أشوفك فاهم ولا لا أنا اللي لازم أسألك ليش ليش هذا ثلاثة حدود رح تجاوبني في X تربيع ومعاملها واحد شفاف وعدد الحدود يا أستاذي ثلاث حدود نيجي على الثاني في X تربيع معاملها واحد شفاف نعم هاي X تربيع معاملها واحد شفاف هل عدد الحدود ثلاث حدود لا يا أستاذ هذول حدين إذن هذا ليس ثلاثة حدود طب ليش مش ثلاثة حدود لأن عدد الحدود ثلاث أستاذ صح آخره زائد صفر إنسا لازم تشوف بهاي عينك عدد الحدود واحد اثنين ثلاث غير هيك إنسا نشوف المثال الثالث أول ما أشوف X تكعيب إنساني وشط بعنواني مستحيل يكون ثلاث حدود ثلاث الحدود شرطه يبدأ بX تربيع ثم X ثم الحد الثابت كلام جميل هل هذا ثلاث حدود أول ما أشوف X تكعيب إنساني وشط بعنواني مستحيل يكون هذا ثلاث حدود X تربيع نشوف المثال الخامس X تربيع معاملها واحد شفاف هاي الشرط الأول هل عدد الحدود ثلاث لا يا أستاذي هذول حدين إذن هذا ليس ثلاث الحدود عشان السؤال يكون ثلاث حدود لازم تشوف ثلاث أشياء X تربيع معاملها واحد شفاف وتعد الحدود تلاقيهن ثلاث حدود نشوف هنا X تربيع معاملها واحد شفاف نعم الحد الأول ضبط هل عدد الحدود ثلاث لا يا أستاذي هذول حدين إذن هذا ليس ثلاث حدود كلام جميل طيب لو شفنا المثال السابع لو حكالي X تربيع ناقص خمسة زائد أربعة X على سبيل المثال المثال الثامن لو شفنا ماعش X زائد سبعة زائد مثلا X تربية المثال التاسع لو حكينا ماعش ناقص أربعة X تربية زائد على سبيل المثال X هل هذا ثلاث حدود؟ خلينا نشوف أنا وإياكم مع بعض يا توجيهين في X تربيع A معاملها واحد شفاف نعم هاي أول شرط هل عدد الحدود ثلاث نعم عندي حد حدين ثلاث حدود إذن فعلا هذا ثلاث حدود لكن بحاجة إلى ترتيب X تربيع بتنزل بعد X تربيع لازم يجي Xات هاي X شو معها؟ موجب أربعة هاي موجب أربعة X أستاذ ليش ما غيرت إشارتها؟ أنا بغير إشارتها لما يكون في مساواة وأنقلها من طرف لطرف يا توجيهي طول ما أنا برتب في نفس الطرف ما بغير إشارة الخمسة شو إشارتها؟ سالب خمسة هذا هو ثلاث الحدود اللي متعودين عليه هل هذا نفس اللي فوق؟ نعم لكن رتبته نشوف هذا المثال هل هذا ثلاثي حدود؟ بتأكد في X تربيع نعم معاملها واحد شفاف هاي أول شرط عدد الحدود هاي حد هاي حدين هاي ثلاث حدود إذن فعلا هذا ثلاثي حدود لكن لازم أرتبه أولا لازم أبدأ في موجب X تربيع هاي موجب X تربيع بعديها الإكسات وين الإكسات؟ موجب 12X أستاذ ليش حطيت موجب 12X؟ هاي 12X شو إشارتها؟ موجب ولا سالب؟ موجب شو الحد الثابت؟ موجب 7 يا أستاذ هو لازم ثلاثي الحدود يكون بهذا الشكل؟ نعم إذا كان بهذا الشكل لازم أنا وياك نرتبه هل هذا ثلاثي حدود؟ خلينا نشوف أول شغلة بتطلع في X تربيع نعم معاملها واحد شفاف لا سالب أربعة هذا ليس ثلاثي حدود تغلبش حالك فيه إذن توجيهي ما بدأنا بالتحليل لحد الآن فهمنا شغلتين ثلاثي الحدود كيف بيكون شكله وما هي مميزاته بالله يا أستاذ انغلبك ارجع عدلنا إياهن بشكل سريع هسا رح نعيدهن مع بعض بإذن الله أولا العبارة التربيعية ثلاثي الحدود شوف معي شكله يكون على صورة X تربيع هاي الـ X تربيع شو معاملها؟ معاملها واحد شفاف وعدد الحدود كم يساوي حد حدين ثلاث هذا هو ثلاثي الحدود طب شو ميزاته؟ أول ميزة وجود X تربيع ومعاملها واحد شفاف ضيف لي على دوسيتك بخط اليد معاملها واحد شفاف أو بخايل هاي أول ميزة الميزة الثانية عدد الحدود هاي حد هاي حدين هاي ثلاثة حدود مية بالمية إذن الشرط الأول لازم أشوف X تربيع معاملها واحد شفاف الميزة الثانية عدد الحدود كم يساوي حدين الآن بدنا نبلش أنا وياكو في عمليات التحليل خلينا نرجع للصفحة الفاضية ونبلش في عمليات التحليل تابع معي لحد هسا ما بدأنا بالتحليل لحد هسا أنا وياك لتعلمنا كيف نميز هسا ثلاثة حدود أو ليس ثلاثة حدود ما هو الأصل قبل ما تبلش بالتحليل تكون فاهم أنت شو بتحلل أكون فاهم أنا رايح فين أنا راقع تاني لأنه والله العظيم إذا ما سألت حالك أنا رايح فين رح تروح يا أستاذي ومش رح ترجع دير بالك وركز معي خلينا نبلش أنا وياك مع بعض بالتحليل حلل العبارة الآتين نشوف المثال الأول لو حكالي إكس تربيع على سبيل المثال زائد خمسة إكس كلام جميل ناقص على سبيل المثال أربعة عشر والله سؤال رائع كمان سؤال في هذه المنطقة لو حكالي إكس تربيع مثلا ناقص يا صديقي مثلا ناقص على سبيل المثال سبعة إكس مثلا ناقص ثمانية كلام جدا جميل شوف كيف منحلل ثلاث الحدود يا الله أول شيء نبلش في هذا السؤال أول شيء بتطلع لي هل هذا ثلاث حدود إكس تربيع معاملها واحد شفاف وعدد الحدود ثلاث إذن أول شغلة أنا تأكدت أني بتعامل مع ثلاث حدود شوف كيف تحليل ثلاث الحدود بروح فاتح يا صديقي قوسين هاي قوسين الإكس تربيع بفرطها إكس ضرب إكس بحط إكس في القوس الأول وبحط إكس في القوس الثاني شوف السهولة إكس تربيع بوزعها إكس ضرب إكس كلام جميل بالقوس الأول إكس بالقوس الثاني إكس الشغلة الثانية نظام الإشارات كيف نظام الإشارات خلينا نفهم نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني هاي إشارة الأولاني بنزلها بالقوس الأول إذن بنزل إشارة الأولاني وبضرب الأولاني بالثاني موجب ضرب سالب موجب ضرب سالب بعطيني سالب مختلفين بالإشارة أستاذ بعكس لا يا أستاذ اسمع مني بنزل إشارة الأولاني وبذرب الأولاني بالثاني موجب في سالب سالب هيك خلصنا 50% من التحليل نرجع من أول X تربية X في X نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني بالقوس الأول بذرب الأولاني بالثاني موجب في سالب سالب بحطها بالقوس الثاني كلام جميل الآن بدأ الشغل هذا شغل ولادي الآن بدنا نبدأ بالشغل الستاتي بتطلع على الحد الثابت كم الحد الثابت 14 أستاذي هذا سالب 14 أنا خلصت من الإشارات ومن شرهم بتطلع على آخر عدد إيش هو؟ 14 لازم أدور على عددين حاصل ضربهما 14 يعني أستاذ لازم ندور على عددين إذا بدربهم يعطوني الحد الثابت الأخير لازم نبحث عن عددين إذا بدربهم بعطوني 14 باجي على جنب بفتح مصلة بصغير لأنه مبتدئين بدي عددين حاصل ضربهما 14 تابع معي يا واحد ضرب 14 بعطيني 14 أو اثنين ضرب 7 بعطيني 14 كلام جميل نبحث عن عددين حاصل ضربهما 14 كلام جميل الآن تابع معي الأخير هو اللي بيغششني الحل هو مفتاح الحل الأخير شو إشارته سالب إذا نبحث عن عددين حاصل ضربهما 14 والفرق بينهما معامل X إذا نبدي عددين حاصل ضربهم 14 والفرق بينهم يا صديقي الحد الأوسط كم الحد الأوسط؟ خمسة كلام جميل أستاذ ليش حكيت الفرق بينهم؟ لأنه الأخير إشارته سالب إذا إشارته سالب بدي الفرق بينهم خمسة من أول بدي عددين لما أضربهم يعطوني 14 هايهم فيش غيرهم لكن بدي الفرق بينهم الحد الأوسط يعني بدي الفرق بينهم الحد الأوسط كم الحد الأوسط؟ خمسة باجي بسأل كم الفرق بين الواحد والأربعة عشر الفرق بينهم 13 بلزمنيش أنا بدي الفرق بينهم خمسة كم الفرق بين الاثنين والسبعة فعلا الفرق بين الاثنين والسبعة خمسة إذن شو العددين اللي بدي إياهم هم الاثنين والسبعة طب مين أكتب أول ومين أكتب الثاني الكبير نحترمه ولازم نحطه بالبداية إذا حطيته في النهاية غلط إذن هنا من حط سبعة وهنا من حط اثنين وهيك منكون أنهينا تحليل ثلاث الحدود والله يا أستاذي الشغلة رائعة وسهلة بنفس الوقت إذن كيف حللنا؟ نشوف كمان مثال تابع معي أول إش تأكدت إنه هذا ثلاث حدود آه والله يا أستاذي هذا ثلاث حدود رأسا بروح فاتح قوسين قد بعض الآن أول شغلة الإكس تربيع بفرطها بوزعها على الأقواس إكس ضرب إكس خلصنا نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني في القوس الأولاني السالب وبضرب الأولاني بالثاني سالب ضرب سالب بعطيني موجة بحطها بالقوس الثاني يعني أستاذ نظام الإشارات نزل إشارة الأولاني وضرب الأولاني بالثاني كلام جميل الآن يا صديقي تابع معي شو بدي أشتغل بدي عددين حاصل ضربهم الأخير إذن أنا بدي عددين إذا بضربهم يعطوني ثمانية بعمل مصلة بصغير مش غلط بدي عددين إذا بضربهم بعطيني ثمانية تكملش خطوة خطوة حاصل ضربهم ثمانية حالي سؤال كم الفرق بين الواحد والثمانية واحد عمره سنة واحد عمره ثمان سنوات كم الفرق بينهم سبعة هيك أموري ممتازة إذن شو العددين اللي بدي إياهم الواحد والثمانية طب مين أكتب هان ومين أكتب هان دائما الكبير منحترمه غصب عنك وبتحطه بالبداية إذن هنا ثمانية وهنا واحد هيك بيكون انتهى تحليل ثلاث الحدود إذن تحليل ثلاث الحدود بده شوية تعب بده شوية مشقة مش عيب أعمل المصلب لكن العيب أحل غلط مش عيب أعمل هذا المصلب في البداية لكن العيب أحل غلط هيك الحمد لله رب العالمين أنجزنا ثلاثي الحدود إذن كيف بحلل ثلاثي الحدود بدور على عددين حاصل ضربهما العدد الأخير الثابت والفرق بينهما معامل X الأوسط حاصل ضربهما الأخير والفرق بينهما الأوسط الأخير هو العدد الثابت الأوسط هو معامل X نبحث عن عددين حاصل ضربهما الأخير يعني ثمانية والفرق بينهما الأوسط اللي هو معامل X سبعة هيك أمورنا ممتازة خلينا الآن نروح نفوت التاريخ من أوسع أبوابه كيفية التحليل نبحث عن عددين ركز نبحث عن عددين حاصل ضربهما العدد الأخير كلام جميل نبحث عن عددين حاصل ضربهما العدد الأخير كلام جميل والعدد الأخير إذا كان سالب بيكون الفرق بينهما الأوسط العدد الأخير أستاذ شوه حاصل ضربهما الأخير يعني الحد الثابت يعني بالعربي نبحث عن عددين حاصل ضربهما الحد الثابت وإذا كان الأخير سالب بيكون الفرق بينهما الأوسط طب هاي خليها لوقتها يلا نبلش تحليل تابع معي بسم الله نشوف مع بعض المثال الأول أحلل العبارات الآتية قبل ما أحلل لازم أفهم أنا وياك مع مين منتعامل بلاحظ إنه في عندي إكس تربيع معاملها واحد شفاف وعدد الحدود واحد اثنين ثلاث إذن أنا وياك يا صديقي منتعامل قاعدين مع ثلاثي حدود مع شو منتعامل مع ثلاثي حدود كيف بحلل ثلاثي حدود بروح بفتح قوسين قد بعض كلام جميل الإكس تربيع هي إكس ضرب إكس هي خلصنا من الإكسات هسا الإشارات بنزل إشارة الأولاني موجب هي موجب وبضرب الأولاني بالثاني موجب في سالب بعطيني سالب كلام جميل إذن الإكس تربيع إكس في إكس الإشارات نزل إشارة الأولاني واضرب الأولاني بالثاني الآن حاب أعمل مصلب صغير نبحث عن عددين حاصل ضربهما العدد الأخير الثابت بدي عددين حاصل ضربهما ثمانية شو الأعداد اللي إذا بضربها بتعطيني ثمانية بلش بالترتيب بلاش تغلط واحد ضرب ثمانية واثنين ضرب أربعة في غيرهم لا والله يا أستاذ نبحث عن عددين حاصل ضربهما ثمانية الثمانية موجب ولا سالب الأخير سالب إذا كان الأخير سالب بهمني الفرق بينهما الأوسط يعني بالعربي بدي عددين إذا بضربهم ثمانية والفرق بينهما الأوسط كم الأوسط يا أستاذي اثنين إذن بدي عددين حاصل ضربهما ثمانية والفرق بينهما الأوسط اللي هو 2 كم الفرق بين الواحد والثمانية سبعة بالزمنيش كم الفرق بين الاثنين والأربعة والله الفرق بين الاثنين والأربعة اثنين إذن هذول العددين اللي بدي إياهم طب إيش هم العددين الاربعة والاثنين الكبير يجب احترامه ونحطه في البداية طب أستاذ بديش أحترمه X أنت واللي درسك لازم الكبير بالبداية وشو العدد الثاني؟ بيكون هنا العدد الثنين وهيك الحمد لله أنهينا ثلاث الحدود إذن في ثلاث الحدود نبحث عن عددين حاصل ضربهما الأخير والفرق بينهما الأوسط كلام جميل نشوف الآن المثال الثاني مثال رقم اثنين بسم الله هل هذا نوعه ثلاثي حدود؟ آه والله يا أستاذي هذا نوعه ثلاثي حدود طب شو أعرفك يا أستاذ X تربيع معاملها واحد شفاف وعدد الحدود واحد اثنين ثلاث أمور ممتازة بروح بفتح قوسين قد بعض X تربيع هي عبارة عن X ضرب X هاي خلصت من الإكسات الإشارات بنزل إشارة الأولاني موجب وبضرب الأولاني بالثاني موجب ضرب سالم بعطيني سالم كلام جميل الآن بروح يا صديقي أنا وياكي بنعمل مصلق بدي عددين إذا ضربتهم 24 بدي عددين إذا ضربتهم 24 اتكملش بلاش تغلط خطوة خطوة بدي عددين حاصل ضربهما 24 واحد ضرب 24 كلام جميل طب الاثنين والله الاثنين ضرب 12 24 طب الثلاث والله الثلاث ضرب 8 حافظ جدول الضرب وحفظ جدول الضرب 24 طب أربعة ضرب 6 24 كل هذول حاصل ضربهما 24 لكن أنا بدي يكون الفرق بينهم 5 شو لازم يكون الفرق بينهم 5 إذا بدي عددين إذا ضربتهم 24 والفرق بينهم 5 طبعا ما رح تلاقي إلا وحده طب ما لقيتش يا أستاذ بيكون في شغلة إنت ناسيها بترد تتأكد يلا الواحد والأربعة وعشرين الفرق بينهم 23 بلزمنيش أنا بدي الفرق 5 بين الاثنين وبين الاثنين الفرق بينهم 10 بلزمنيش أنا بدي الفرق 5 بين الثلاث والثمانية الفرق بينهم 5 تكملش إذن هذول العددين اللي بدي إياهم إذن الكبير بحترمه وبحطه في البداية هانا ثمانية وهانا ثلاث هيك أنت معلم وإحنا مننا نتعلم هيك الأمور جدا سهلة يا جميل الملامح نشوف السؤال الثالث هل هذا يا أستاذي ثلاثي حدود؟ آه والله يا أستاذي هذا ثلاثي حدود كيف بحلل ثلاثي حدود؟ بفتح قوسين قد بعض وبطريقي بعمل مصلب الإكس تربية بوزعها إكس ضرب إكس نظام الإشارات نزل إشارة الأولاني سالب بضرب الأولاني بالثاني سالب في سالب يا صديقي سالب في سالب بعطيني موجب بدي عددين يا صديقي الآن بدي عددين حاصل ضربهما اثنين كم حاصل ضربهما اثنين بغلبش حالي هم اثنين ضرب واحد فيش غيرهم بس بدي أتأكد بدي عددين حاصل ضربهما اثنين والفرق بينهم العدد الأوسط شباب شو العدد المع إكس العدد اللي مع إكس واحد شفاف شو العدد المع إكس واحد شفاف إذن أنا بدي عددين حاصل ضربهما اثنين شو الأعداد اللي حاصل ضربهم اثنين فش إلا واحد ضرب اثنين كلام جميل انتهى التحليل على طول بس حابين نتأكد الفرق بينهما لازم يكون الأوسط تعني نرجع للمسألة من أول وجديد شباب هاي الأوسط كم العدد اللي معه العدد اللي معه واحد شفاف إذن بدي عددين حاصل ضربهما اثنين والفرق بينهما الأوسط اللي هو واحد فعلا بين الواحد والاثنين كم الفرق يا أستاذي واحد إذن شو هم العددين اللي أنا بدي إياهم العدد اثنين والعدد واحد الكبير إجباري بحطه بالبداية هيك انتهى التحليل نعم انتهى التحليل شو الفائدة من هذا السؤال إذا كان اكس ما معاها عدد اعلم إنه العدد اللي معها واحد شفاف لاحظ لحد الآن ثلاث الحدود أموره سهلة أموره ميسرة بإذن الله كلمتين نبحث عن عددين حاصل ضربهما الأخير والفرق بينهما الأوسط بالعربي حاصل ضربهما الحد الثابت والفرق بينهما معامل نكمل اكس نكمل نشوف الآن المثال الرابع والمثال الخامس بسم الله نشوف مثال رقم أربعة هل هذا يا صديقي ثلاثي حدود؟ نعم هذا ثلاثي حدود كيف؟ طب شو عرفك إنه ثلاثي حدود؟ اكس تربيع معاملها واحد شفاف وعدد الحدود واحد اثنين ثلاث إذن فعلا ثلاثي حدود بروح يا شباب بفتح قوسين واحتياطا بعمل مصلب مش عيب أعمل مصلب العيب أحل غلط الاكس تربيع هي اكس مضروبة في اكس كلام جميل الإشارات بنزل إشارة الأولاني سالب وبضرب سالب في سالب بعطيني موجب لحد الآن أمورنا ممتازة بدي عددين حاصل ضربهما 12 بدي عددين حاصل ضربهما 12 تعجقش حالك وتفكر خلص وحدة وحدة بدي عددين حاصل ضربهما 12 نجرب واحد ضرب 12 بعطين 12 ثنين ضرب 6 والثلاث ضرب 4 غير هيك مفيش كلام جميل بدي عددين حاصل ضربهما 12 والفرق بينهما الأوسط إذن بدي عددين إذا ضربتهم 12 بس الفرق بينهم الأوسط اللي هو أربعة كم الفرق بين الواحد والاثناش 11 بلزمنيش كم الفرق بين الاثنين والستة أربعة إذن هذول العددين اللي بدي إياهم اللي هم الستة والاثنين أغلب الطلاب بصراحة بيستعجلوا أول ما يشوف 12 بحط ثلاث وأربعة لا يا أستاذي أنا بدي عددين أضربهم يعطيني 12 بس الفرق بينهم يكون يا صديقي أربعة كلام جميل الآن نشوف مع بعض مثال خمسة مثال خمسة أول شيء هل هذا ثلاثي حدود؟ نعم ثلاثي حدود بما إنه يا أستاذي هذا ثلاثي حدود كيف أنا وياك منحلل؟ منروح منفتح قوسين قد بعض احتياطا بعمل صليب الـ X تربيع X ضرب X نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني موجب بضرب الأولاني بالثاني موجب شوف بضرب موجب في سالب سالب إذن نبحث عن عددين عفوا نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني بضرب الأولاني بالثاني الآن بدنا نروح أنا وياك نبحث عن عددين حاصل ضربهم 12 إذن بدي عددين حاصل ضربهم 12 يا واحد ضرب 12 يا ثنين ضرب 6 يا ثلاث مضروبة في أربعة كلام جميل وبيدي أستاذ الفرق بينهما الأوسط أستاذ إذا ما كان في عدد أوسط اعلم إنه واحد شفاف يعني بدي عددين حاصل ضربهم 12 بس الفرق بينهم واحد يلا نشوف كم الفرق بين الواحد والإتناش 11 مستحيل كم الفرق بين الاثنين والستة أربعة بلزمنيش كم الفرق بين الثلاث والأربعة واحد إذن فعلا هذول العددين اللي بدي إياهم الكبيري منحترمه ومنحطه بالبداية هنا الأربعة وهنا الثلاث هيك توجيهي الحمد لله رب العالمين الأمور معنا ممتازة جدا 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 بدي أعطي الآن بصراحة مثال إضافي عشان أقارن تابع معي لو حكالي إكس تربيع على سبيل المثال مثلا زائد ثمانية إكس على سبيل المثال موجب 12 أيوة ركز معي الآن بدي أحل هذا المثال وليكن ترقيمه خمسة بوينت واحد بوينت واحد يعني أي مثال بحكي لك خمسة بوينت واحد أربعة بوينت ثانين اعرف إنه مثال إضافي مش موجود بالدوسية إكس تربيع زائد ثمانية إكس زائد اتناش هل هذا ثلاثي حدود نعم والله يا أستاذي ثلاثي حدود بفتح قوسين إكس تربيع إكس في إكس الآن نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني موجب بضرب الأولاني بالثاني موجب ضرب موجب بعطيني موجب كلام سليم شايف مش دائما بنعكس دير بالك بنزل الأولاني بضرب الأولاني بالثاني الآن بدنا نروح نعمل مصلب جديد بالله نمسح هذا المصلب ونعمل مصلب جديد للمسألة تبعتنا الآن أستاذي بدي عددين إذا ضربتهم حاصل ضربهما العدد الأخير كم العدد الأخير اتناش بدي عددين حاصل ضربهما اتناش واحد ضرب اتناش واثنين ضرب ستة وثلاث ضرب أربعة كل هذول بضربهم اتناش ركز معي نرجع على المثال القبله إذا الأخير سالب كنا نحكي الفرق بينهما الأوسط بس إذا الأخير موجب بحكي مجموعهما الأوسط يا عيني عليك يا أستاذ إذن مين البغششني آخر إشارة إذا الإشارة سالب الفرق بينهما الأوسط لكن إذا الإشارة موجب مجموعهما الأوسط إذن الآن بدي عددين حاصل ضربهما اتناش ومجموعهما الأوسط ثمانية يعني أستاذ ثلاث الحدود إذا كان الأخير سالب الفرق بينهما الأوسط إذا الأخير موجب مجموعهما الأوسط مين من هذول مجموعهم ثمانية يلا نجمع واحد واثناش ثلاثة عشر بالزمنيش طب ثلاثة وأربعة سبعة بالزمنيش طب اثنين وستة كم مجموعهم ثمانية إذن شو العددين اللي بدي إياهم العددين اللي بدي إياهم موجب ستة موجب اثنين والكبير منحترمه ومنحطه بالبداية هسا بقدر أرجع المخطط لأنه صار كامل عند تحليل ثلاث الحدود نبحث عن عددين حاصل ضربهما الأخير إذا الأخير سالب الفرق بينهما الأوسط لكن إذا الأخير موجب مجموعهما الأوسط هيك أنجزنا ثلاث الحدود نشوف مع بعض يا صديقي المثال السادس تابع معي بسم الله تابع معي بسم الله أول شغلة قبل ما أحلل بسأل هل هذا ثلاث حدود؟ نعم ثلاث حدود كيف بحلل ثلاث الحدود؟ بفتح قوسين وإحتياط مصلب الإكس تربيع إكس ضرب إكس نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني السالب بدرب الأولاني بالثاني سالب في موجب بعطيني سالب ركز سالب في موجب بعطيني سالب الآن شوف شو بدي أعمل بدي عددين حاصل ضربهما الأخير ثمانية ومجموعهما الأوسط أستاذ هلكتنا مر الفرق بينهما مر مجموعهما حسب إشارة الأخير إذا الأخير سالب الفرق بينهما الأوسط لكن إذا الأخير موجب مجموعهما الأوسط بدي عددين نجرب بدون مصلب بدي عددين إذا بضربهم ثمانية وإذا بجمعهم ستة إذا ضربتهم ثمانية وأجمعهم ستة أستاذي أربعة ضرب اثنين الأربعة ضرب اثنين ثمانية واجمع لي أربعة واثنين بعطيني ستة نتأكد بدي عددين حاصل ضربهما الأخير ثمانية يا واحد ضرب ثمانية يا ثنين ضرب أربعة فش غيرهم الآن بما أنه الأخير موجب بحكي بدي مجموعهما الأوسط كم الأوسط ستة طب وإذا فش أوسط بيكون واحد شفاف طيب مجموعهما ستة تعني جمع ثمانية وزائد واحد تسعة بالزمنيش أربعة زائد اثنين ستة إذن هذول العددين اللي بدي إياهم فعلا الأربعة والإثنين هات اللي بعده أستاذ الأمور سهلة أعطينا أسئلة أكثر حاضرين نشوف الآن المثال السابع مثال رقم سبعة تابع معي أول شيء هل هذا ثلاثي حدود بتأكد إكس تربية بعديها إكس بعديها حد ثابت فعلا ثلاثي حدود بروح بفتح قوسين الإكس تربية إكس ضرب إكس كلام جميل نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني بالقوس الأول وبضرب سالب في موجب بعطيني سالب لأنهم مختلفين بالإشارة سالب في موجب سالب الآن بدي يا صديقي نمسا حاي بلاشت خربطك بدي يا صديقي الآن عددين حاصل ضربهما تسعة وإذا كان الأخير موجب مجموعهما ستة إذن بدي عددين يلا بدون مصلب إذا ضربتهم تسعة وإذا جمعتهم ستة ثلاث ضرب ثلاث اضربهم تسعة اجمعهم ستة إذن هانا من حط ثلاث وهانا من حط ثلاث راحظ في بعض المسائل صار عنا قليل من الخبرة بطلنا يا توجيه نحتاج مصلب طب السادة أنا تعودت على المصلب صح مية بالمية مش عيب نعمل مصلب العيب نحل غلط نشوف الآن مثال رقم ثمانية المثال الثامن هل هو ثلاث حدود نعم ثلاث حدود بفتح قوسين وهي عشان ما تزعلش علي احتياطا مصلب الـ X تربية هي عبارة عن X ضرب X كلام جميل هسا الإشارات بنزل إشارة الأولاني موجب بضرب الأولاني في الثاني موجب ضرب موجب بعطيني موجب خلصت من الإشارات بدي عددين حاصل الآن X تربية X بX نظام الإشارات نزل إشارة الأولاني وضرب الأولاني بالثاني الآن بدي عددين يا توجيهي حاصل ضربهم ثمنطعش إذن بدي عددين كم حاصل ضربهم ثمنطعش خلينا نشوف شو هالأعداد اللي عنا إذا ضربناهم بعطوني ثمنطعش الواحد ضرب ثمنطعش طب الاثنين ضرب تسعة طب الثلاث ضرب ستة فقط هاي الأعداد إذا ضربتها بتعطيني ثمنطعش طب شو الأخير موجب ولا سالب موجب إذا الأخير موجب إذن أنا بدي مجموعهما الأوسط كم الأوسط 11 إذن أنا الآن بدي أدور على عددين حاصل ضربهما ثمنطعش بس المجموع 11 يلا نجمع ثمنطعش وواحد تسعة طعش بلزمنيش تسعة زائد اثنين احدعش بكفي إذن هذول العددين اللي بدي إياهم مين هما الكبير بحترمه وبحطه بالبداية هنا منحط التسعة وهنا منحط الاثنين هيك الأمور لوز اللوز يا توجيهي نشوف المثال اللي بعده نشوف مثال تسعة حلل العبارات الآتية بديش أعمل مصلب بدي إياك أنت أستاذي تساعد ثلاثي حدود آه والله ثلاثي حدود بفتح قوسين إكس تربية إكس ضرب إكس الآن بنزل إشارة الأولاني موجب بدرب الأولاني بالثاني موجب ضرب موجب بعطيني موجب كلام جميل بدي عددين الآن حاصل ضربهم اطناش خزن بدي عددين إذا ضربتهم اطناش ولأن الأخير موجب مجموعهما سبعة يعني بدي عددين حاصل ضربهما اطناش ومجموعهما سبعة أربعة ضرب ثلاث أربعة ضرب ثلاث أضربهم بعطين اطناش اجمعهم بعطيني سبعة هان الأربعة وهان الثلاث الكبير منحترمه منحطه بالبداية نشوف يا توجيه آخر مثال هل هذا ثلاثي حدود نعم ثلاثي حدود الاكس تربيع هي اكس ضرب اكس نظام الإشارات بنزل إشارة الأولاني سالب وبضرب الأولاني بالثاني سالب في سالب بعطيني موجب كلام جميل بدي عددين حاصل ضربهما اطنعش وبما إنه الأخير سالب أحكي الفرق ولا المجموع السالب بذكرني بالفرق والموجب بذكرني بالمجموع إذن بدي عددين حاصل ضربهما ستة بس الفرق بينهما خمسة أعطيني عددين إذا ضربتهم ستة بس الفرق بينهم خمسة رح تحكي لستة ضرب واحد فعلا ستة ضرب واحد أضربهم ستة طب كم الفرق بين الستة والواحد خمسة هيك الأمور يا أستاذي ممتازة مية بالمية هيك توجيهي حبايبي منكون أنهينا جولة ثلاث الحدود إذن أستاذي نعطي خلاصة صغيرة ثلاث الحدود أول إشي شكله إكس تربية بعديها إكس بعديها الحد الثابت طيب شو مميزاته لازم أشوف بعيني هاي إكس تربية معاملها واحد شفاف ولازم أعد الحدود ألقاهم ثلاث طب كيف بحلل بفتح قوسين قد بعض الإكس تربية تربية إكس نظام الإشارات بنزل إشارة الأولان بالقوس الأول وبضرب الإشارة بالإشارة وبحطها بالقوس الثاني كلام جميل دائما نبحث عن عددين حاصل ضربهما الأخير إذا الأخير سالب الفرق بينهما الأوسط إذا الأخير موجب مجموعهما الأوسط والسلام ختام الله يعطيكم العالم